موسيقى مرحبا سلاما شاهدتكم بكلكم بألف ساحة و بخير اليوم ارجعت لكم فيديو جديد و بواسفة جديدة اليوم ان شاء الله مع بعضنا قطو احسيلو حبيت نعملها كغطو و حشل قطو بسراحة معندي حتى مناسبة قلت عليش لي منشاركش معاكم الطريقة و الى طريقتي فتزين بالنسبة للجنواز نخلي لكم الوصفة في رابط في صندوق الوصف ديما الجنواز هذي من بدلهاش عملتها في قالب بالقطر متى 18 سنتيمتر هذه الجنواز حذرتها باش منطولش عليكم الفيديو كيف كيف اقبل بليلة زيادة حذرت الكريم باتيسير اخليت 400 ميليتر حليب عليهم ساشي كريم باتيسير و اربع مغرف كبار سكر بالنسبة للسكر تنجموا حسب الضوغ معنى من ثلاثة الاربع مغرف كبار اذو ما الزوز الجنواز حذرتها البرح كيف كيف الكريم باتيسير حذرتها البرح و خليتهم يبردوا في عقلهم لنا بش نحضروا عن بعضنا الكريم لنا بش نعمل الكريم ديبلومات وبش نحط لها شوية كريمة تغتينية شوكور لا نجموا تعملوا الكريم ديبلومات عادية معنى بالكريم شانتي والكريم باتيسير لكم حرية الاختيار لانها كبش نكاها بشوية شوكولات كيف كيف بالنسبة لل القطو زادة بش نزينه بالفروي غوش عندي حسنوا شوية في البروش قلت علاش لا منستعملهمش مع بعض حسنوا هذه الكريم باتيسير بحرارة الغرفة باردة معنى ما تكونش دافية و هذه الجنواز متاير نقسمها في ثلاثة كما تشوفوا لانا جنواز قصمتها على ثلاثة لانا حسنوا البروش جيتني معاوجة شوية اما مش مشكل من بعض معناها جينا سافا لانا بش نحضر مع بعضنا الكريم بشانتي كما العادة بش ناخذ مئتين جرام كريم افواتي عليها واحدة سوكور فاني ولانا عندي مستحضر شانتي لانا بش ناخذ الكريم ميلكة بش نعم بيها ولا بش نكاها الكريم ديبلومات كما قلت لكم الكريم ديبلوماترا و تنجمون تعملوها سامبل على الاخر معناها تعملوها بالكريم شانتي وبالكريم باتسيرة كهو او الحاجة بش نعملها بش ناخذ الكريم لانا عندي مئتين جرام كريمة بش نحط نخفاقها بالباقي هي والسكر فاني و بودرة الشانتي لانا كما تشوفوا علينا بختيت الربو مدية حتيت مئتين جرام من كريمة الخفاق وبالنسبة للكريم شانتي راو تنجمون تركضها بركض عادي الركض الكهربائي النرمال تحطو فيها السكر فاني و بودرة الشانتي و تطلعوها بالبيت تستحقلكم معناها 3 دقائق حاجة كما هكا و تطلع معاكم لانا بش نخدمها بالبيت حتى الوين تحصلوا على القوام المطلوب و حاجة اخرى مهمة بالنسبة للكريمة فويتية كي بش تجيو تخدمو بيها الكريم شانتي و كلا بش تطلعوها ان كريم شانتي يلزم الكريمة فويتية و الكريمة الخفق يلزمها تكون بردة من الفريجيدير كانت تخدمو بيها معناه تكون بحرارة الغرفة و تنجم ما تطلعو معاكم و تنجم ما تطلعو لكمش ان كريم شانتي لانا في نفس الوقت بعد ما تأكدنا الكريم شانتي تلعت معنا لانا اختيت على الكريم باديسير اللي حذرتها قبل بليلة قلت لكم و حتيت زوزم غرف من الكريم ميلكة تنجموا تستعملوا انتوما اي كريم تغتيني كسوة شوكولة و ازيت اي كريم معناه تحبوا عليها و الا اي جو تحبوا عليه لنا حبيت نستعمل الميلكة حبيتها كان نعملها كشوية تغيير و بصراحة جيتني بنينها عاد الاخر حتيت زوزم غرف بتبيعة في الجو انتوما و احبوا كانت تحبوا الجو متاع الشوكولاتة يكون خفيف نجموا جو ستتحطوا مغرفة كبيرة اكاهاو من الكريمة تغتيني اللي باشتتعملوها لنا حبيت القوم تاع الشوكولاتة يكون هكا واضح يكون ظاهر بالبيع في الكريم حتيت تزوز مغرف كبار و كما تشوفوا لنا على الجنب خديت الركض الكهربائي و قعدت الركض في الكريم باتيسير مع الشوكولاتة بالبيع حتي تحصلوا على القوام اللي حاشتنا بيه تكون الكريم متاعنا كريمية نوعا ما معنا ما تكون شكلية بسوالا حاجة بعد ما تحصلنا على القوام اللي حاشتنا بيه بالنسبة للكريم باتيسير و الشوكولاتة لنا باش نحضر مع بعضنا الكريم ديبلومات كيما تشوفوا اذكر الكريم شانتي اللي حضرناها من بكري لانا باش ناخو بالقانتية صغيرة و اللا بالمغرفة من الكريم شانتي نحاول نخلطها بالبقية في وسط الكريم و لنا رودوا بالكم بالنسبة للكريم الكريم شانتي قد يتدخلوها في الكريم باتيسير تستعملوا سباتيول لا تستعملوش فوي ولا تستعملوش ركاث كهربائي على خاطر لقدر الله كنت تركضوها برشرة وتنرجم الكريم ديبلومات متاعكم معنا يتفزد لكم وتجيكم سيلة على الاخر ردوا بالكم تخلطوا المكونات القلب بالسياسة وبسباتول لانها جوزت مسرعة شوية في الفيديو اما سنو تحركوها بالسياسة كيف تشوفوا لنا بعد ما كملت حضرت الكريم ديبلومات تجد الكريم ديبلوماتي مصرقة الكريم ديبلومات تحسن الكريم ديبلومات نجد الكريم تحديد طويلة ليسنزر الكريم هذا القالب كما تشوفوا الذي خدمت فيه الجنواز لنا حتيته على العسي بوغة ذيكا ولنا دم نحط الجنواز نسكر عليه بش لخدمة متانة تكون مرتوبة والطبقات يكونوا واضحين لنا على فكرة عملت نيكد كيك اللي لقاته متانة معناه من البرة مانيش بش ننزينها وإلا مانيش بش نحط فيها كريم اللي لقاته هذي تسمى نيكد كيك كيما تشوفوا بعد ما حتيت الكريم لنا بش نقل نسمح فيها بالباهي بالباسباتول بش يجيونا التبقات من بعد لكل مستويين وتبدأ التبقى متاع الكريم تبدأ واضحة بالباهي لنا على فكرة بالنسبة للجاتو هذي كيما ريتوني وإلا كيما قلت لكم في أول الفيديو بش نعملها بالفرويروش بش نعملها بالكريم ديبلومات جو ميلكا من بعد الحقيقة ما صح ليش بالنسبة للفرويروش حسيتهم هكا بش يكونوا وإلا بش تكون ليسر حامضة وكيما بش تشوفوني لنا حسيلوا بش نحط الكريم نتاعي بش نحط زادا شوية غلى ومن بعد بش نحيم حسيت المطعم تعل الغلى بش يردالي ياسر حامضة وكيما تعرفوا الغلى الحمرة تكون حامضة شوية متكون شاكلي حلوة برشا هذيك عليش استغنيت عليهم انتوما كنت تحبوا تعملوا هكا ميلانج من الغلى تعملوا الغلى اللي تعرفوها وإلا متأكدين منها تكون حلوة على الأخر وإلا حلوة نوعا ما تحطوها في القاتم تاكم بطبيعة الحاجة هذي رو تقعد لكم حسب الرغبة في المرحلة هذي بعد ما حتينا الكريم حتيت تبقى ثانية متاع جنواز كيف كيف سماحت الكريم نتانا بالباهي بالسباتول وإلا تنجموا تستعملوا مغارفة ما فيما حتى مشكل ولنا حسيروا حتيت هكا شوية فرامبواز شوية توت ولنا جيت نذوق في كعبة حسيتها ياسر حامضة على الأخر قلت بصراحة من غير من فزد الجاتو متاعي أو كيما قلت لكم من بكري كان متأكدين اللي الغلى متاكم تكون حلوة أو كا تستعملوها وكان الغلى متاكم تحسوها حامضة برشا وإلا بتشتفزد لكم مطعم الجاتو توليوا تستغنيوا علي يعني كما تشوفوا حسيت وحتيت هكا شوية غلة ومبعد وديت نحيتها لكل خاطر ما عجبتنيش ولنا بتبيعة باش نكمل نحط التفقة ثلثة متاع جنواز كل عادة كل شي بنفس الطريقة لنا حتيت التفقة ثلثة متاع جنواز باش نحط فوق منها الكريم ديبلومات وباش ندخلها للفريجيدير باش نخليها تشد روحها ومبعد معناها جوزت نزينها من البرة ونسويها بالباهي ضروري اللي لجاتو متاعكم اللي تكون بالكريم ديبلومات تدخلوها حكاية نص ساعة للفريجيدير باش نشد روحها بالباهي وكي تخدموا بيها وإلا كيف نجي وتسمحوها متكون لكمش هكا سايحة وإلا متسيحاش معاك كما تشوفوا الجاتو متانا بعد ما خرجتها من الفريجيدير حصيروا خليتها حكاية ساعة غرباء حاجة كما هكا انتم ميني ما متنجمو تخليوها نص ساعة وتخدمو بيها لنا خليتها ساعة غرباء وكما تشوفوا لنا باش نسمحو مبعضنا الجنابات لنا كما قلتلكم أعملت ناكت كيك جنابات هذو كم باش يكونوا ما فيهمش حتى ترف كريم لنا كما باش شفوني وكما باش نوريكم الجنواز باش نقعد نسمحب بالباهي بالباسباتو precis ماانا يجيب اذو كم باش نقعد نسمحب فيهم بالباهي وكيف كيف من الفوق نحاولو التفقمت على الكريم ويتكون سامحب الباهي على الأخر لكي لا تبدأ هذه السببات و لا تبدأ الخدمة مرتوبة بالنسبة لكي لا تجدكم سعيدة و اذا كانت تحضروا هذه المرة لكي تجربوا قطوة تنجموا تحضرها على اليوم و كانت لديكم مناسبة و الى عد ميلاد تنجموا قبل اليوم من العد ميلاد تحضروا فيه الجنواز تحضروا فيه الكرام باتيسير تخليوهم عنا يبردو ليلة كاملة و منخدوها توليو تعملو الكرام شانتي و الا كامبش تعملو كرام موسلين تخرجو زدمتاكم تخليوها زادا تولي بحرارة الغرفة و تجيكم سالة على الاخر ستقون يروا لي قطو مفيهم حتى شي و حاجة الدار بالحق ما فماش ما خير منها كي ما تشوفوا لنا قعد نسمح بالباية في القطو حصلوا الجنابات و الا الجنابات سمحتهم بالباية كيف كيف ملفوق قعدة نحاول نسمح فيها بالباية باش تكون لي مرتوبة لنا بتطبيعة مش باش نكمل معاكم كيفاش سمحتها اما راهو المرحلة هذي رو اهم مرحلة وهي اللي باش تخليلكم القطو متاكم تكون مزيانة وتكون معناها ياسر محلاها كما تشوفوا لنا بالنسبة لزينة اللي نحصلوا باش نكسل الكولور باش نعمل كرام شانتي كالعادة بالنسبة للكرام شانتي ناخدو 20 جرام مفودي يجب عليها واحدة سوكول فاني و واحدة من مستحدر الشانتي الحجم متاحة 80 جرامات لنا باش نخفقهم بالباية مع بعضهم و بعد نرجع مريكم في بقية المراحل كيف عملت وهذه الكرام شانتي كما تشوفوا بعد ما طلعتها بالباية لنا حتيتها في بوش و باش نزين بها القطو متاعنا باش نخليها هكا لنا باش نزين القطو متاعي معناه بالكريم شانتي فضلت لي زيادة شوية كرام ديبلوماتية زيادة حتيتها في البوش و باش نزين بها القطو متاعنا ولنا بالنسبة للزينارة و كيما قلت لكم و الا كيما ديما نقول لكم انتم تزينوا بالحاجة المتوفرة عندكم و بالحاجة اللي تحبوا عليها كان عندكم شوية فاكية شوية غلة زيادة تحبوا تحطوها و الا كان حتيتوا غلة في وسط القطو نجمو تحطوها من الفوق هكا باش تعملوا رابيل نجمو زيادة كان عندكم شوكولات ميلكات نجمو زيادة تحطوها باش تعملوا رابيل للجو ميلكات اللي عملناه في وسط القطو او كتتتفنوا و تعملوا الزينا اللي تحبوا عليها لنا باش نخليكم مع التاسوير وبهاك نكون وصلنا نهاية الفيديو متانه بالنسبة لليوم بالحق جيت حاجة بنينا على الاخر حسيلو توا نعم في المونتاج و نتفكر في كل خفة اللي جيت فيها بالحق حاجة روعة و حاجة بنينا بارشا موسيقى و كما تشوفوا لقدتوا بعد مرتاحة للكاملة في الفريجيدير حسيلو باش نريكم كيفية كانت و باش نقصوها مع بعضنا على فكرة لو لقدتوا ذوما قد ماتخليوا مرتاحوا في الفريجيدير قد مجيوكم مخفيف كريم اللي عملتوها و جيوكم ياسر حاجة بنينا لنا بش نريكم الديكوب حسيلو جيتني بالحق حاجة روعة كي جربتوا الوصفة و عجبتكم متنسيش بش تحطوا لي في التعليقات و الا زادة بش تواصلوا معي على انستجرام و تبعثوا لي علي تطبيقاتكم طوام بقاليكم بش نقول لكم بسلامة في امان الله و ان شاء الله مرتقينا في وصفة اخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر